السنة النبوية حجة وليست من افضل الآيات هذه الآيات آيات ماذا ها آيات الاطاعة من افضل الآية من افضل الآية ومن اقوى الادلة تقول سيدنا ان تقولش اقول لا لا الاشكالات التي ذكرتها كانت من اهم الاشكالات هذا الاشكال وهذا الاشكال ماذا اجبت عليه الان لماذا الان باعتبار انه كان اشكال مشترك الورود حتى الان ولهذا قل ان كنتم تحبون الله ماذا فاتبعوني ايضا اشكال احمد صبحي منصور ماذا كان يقول احمد صبحي منصور يقول فاتبعوني بعنوان اني رسول لا بعنوان اني نبي سلمنا بعنوان اني رسول اذا كل ما جاء به بعنوان انه رسول فهو ماذا يجب اتباعه فيه قل ان كنتم تحبون الله فماذا فاتبعوني اتبعك في ماذا سيدي يا رسول الله فيما كنت فيه رسولا لحتى فيما كنت فيه ماذا نبيا الجواب فيما كنت فيه رسولا قبلنا ولكنه فيما كنت فيه رسولا فقط القرآن لو غير القرآن ام يجمل يجمل او لا يجمل نعم عنوان رسول اذا قال لانه صادق لو لن يسيب صادق نثبت صدقه في الرتبة السابقة هو يقول الله قال لكم افعلوا كذا وكذا ما ادري واضح صادقه ويؤيد هاي الطائفة الاولى والثانية يا طائفة طائفة الاطاعة وطائفة ماذا وطائفة الاتباع يؤيدها قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوح اذا كل ما كل كل الذي جاءنا بعنوان انه وحي من الله فهو ماذا فهو حجة علينا هسا اعم من ان يكون هذا الوحي وحيا قرآنيا او وحيا ماذا ها سنتيا او غير قرآني وحي وحي يصدق عليه وحي يصدق عليه انه ما هو ها رسوله ما قدرنا اوصل المطلب الى العزيولة اذا يوجد عندنا دليل قرآني على حجية السنة النبوية بنحو القضية المهملة حدودها اش قيد الان تشمل الفعل او لا تشمل تشمل التقرير او لا تشمل هذه ابحاث لاحقة اصل ماذا اصل الحجية الجواب القدر المتيقن كل ما كل ما كل ما جاء به النبي من قول ناسبا له الى ماذا ها الى الوحي يعني بعنوان انه رسول فهو ما هو فهو حجة ثابت قرآنيا نعم اطيعوا الله واطيعوا الرسول اشتركوا في القناة